اشتركوا في القناة والحمد لله يوصل إليه بمجموعة من المسائل أولها أن تذكر نعم الله نعمة الإيجاد رأيناها والإمداد رأيناها والآن نعمة تكريم وتكريم الله للخلق إنما تتحقق بتغفر ثلاث مجالات من النعم أيضا الأولى ما هو من قبيل الضروريات فتحدثنا عن ضرورية الأربع داخل الإنسان اللي هي الدين والعقل والنسل والنفس والآن المال هو خارج والآن عندنا هذه السلسلة إن شاء الله تعالى أنت على المال في الإسلام لأننا فيها ثلاثة واليوم إن شاء الله تعالى الرابع لنتحدث عن قضية المال في الإسلام أيها في بعدها الأول التكسبي الكسب إنتاج الثروة فتحدثنا عن العمل واسمه هو العمل ولماذا العمل؟ وشششنا الآن إن شاء الله تبارك نتحدث عن مجالات العمل لإنتاج الثروة إذا قل لك إن شاء الله المجال الفلاحي المجال الصناعي المجال الزراعي المجال سياحي المجال التجاري المجال إن شاء الله نشوفه إن شاء الله تبارك وتعالى باختصار وصفي إيه باختصار بشي الناس لأنه أحد عدمت عن الناس كثيرا من الناس حينما يتحدث عن الإسلام يغيب عن أذهانهم أن هذه الأمور هي من صميم ديننا إنتاج الثروة هي من صميم ديننا الناس لا يتحدثون في المواعظ عن هذه الأمور لا يتكلمون عن هذا كأن الإسلام لا علاقة له بالعمل بإنتاج الثروة بالحضور هذا أمر ينبغي أن يصحى فنحن الآن نتحدث عن إنتاج الثروة إنتاج الثروة بالوسيل الأولى هذا الفكالية العمل زائد رأسمال زائد الوقت لأنه هذه معادلة العمل زائد رأسمال زائد الوقت الوقت الذي يستغرق في الإنتاج حسنا بالعمل الفلاحي الفلاحي فلاحي زيا و الزراعي ما الفرق بين العمل الفلاحي و الزراعي ماذا لو podría dicho اسمة المدة الفرق ما بين الزراعي و الفلاحي صافي حسن جدا إذن الزراعة هي تتعلق فقط بما يزرع في الأرض والفلاحة تزيد لها ما اسمه التربية المواشي والدواجن والسمك وكل كل ما يتعلق بهذه الأمور هذا الفلاحي هو أشمل فكل زراعي فلاحي وليس كل فلاحي زراعي لأن الزراعي هي جزء بسيط من الفلاحة الفلاحة تدير الفيرما تغرس الشجر ويكون عندك الدجاج يكون عندك بيبي يكون عندك العجل يكون عندك الناج يكون عندك الخيل يكون عندك الحمير يكون عندك البقر وحكذا إذن فنتحدث اليوم عن إنتاج إن شاء الله تبارك وتعالى الفلاحي والبداية إن شاء الله الزراعي بإذن الله تبارك وتعالى إذن فالعمل الزراعي هو عمل وهو التماس الرزق بواسطته من خبايا الأرض والأرض هي أمنا وهي مصدر كل إنتاج فوق الأرض وتحت الأرض فوق الأرض وتحت الأرض وفي الأرض زيد واسبو أخر البحر البسيطة فيها واسبو فيها إن شاء الله تبارك وتعالى البر وفيه البحر فالناس يلتمسون الرزق إما من البر وإما من البحر تستخرجون حلية تلبسونها وتستخرجون منه لحمة طرية إذن كي يزوجد تعصر تستخرجون اللحمة الطرية من البحر وتستخرجون الحولي أربي يقولها أربي أربي يقولك الكتاب الله تعالى عليك أن لا تكون ضعيف المستضعفة عليك أن لا تتكل على غيرك فالله تعالى جعل لك هذا الكون الفسيح وأعطاك عقلا وأعطاك يدا وأعطاك قوة فما عليك إلا أن تتحرك وتطلب الرزق من خبايا الأرض من برها وبحرها كما يقول الصينيين لا تعطيني في كل يوم سمكة هذا معروف هذا ولكن علمني كيف أصطاد السمك لكي أستغني عنك إذن فالإنسان يخرج ليلتمس الرزق من خبايا هذا في الأرض زيد وتحطل الرواس مكين واسمكين تحلر المعادن الثروة الباطنية إذن هناك الثروة زيد الفلاحية الثروة الزراعية زيد الثروة الغابوية زيد الثروة الباطنية يوشحال يو الخيرات يو الخيرات الثروة الزراعية الثروة الفلاحية الثروة الغابوية الثروة الباطنية كل هذا والبلوحار واسمكين الثروة السماكية زيد واسمكين والثروة التي تخرج من جو في البحار وهي اللآل المرجان والياقود كما ذكر الله في القرآن يخرج منهم اللؤلو والمرجان السلام عليكم إذن هذه ثروات فالإنسان إذن ما عليه إلا أن يتحرك بل هو ذلك وعلى الثروة خورا واسمكين الثروة فالله دعا اسمكين لهذه البعدنية البترول وكذا وكذا الريكاس والثروة الخورا واسمكين الثروة الرملية والصخرية والترابية تسمعوا لك كاسورات تسمعوا لها إنتاج الغسول تسمعوا لها اقتصاد الريع في مجال تصدير الرمال لأوروبا عن طريق البحر فتخرج البواخر مليئة بالرمال تباع بثمن بخس إلى إسبانيا من أجل أن ترفها أبناءها بوضع الرمال الذهبية المغربية على شواطئ بحارها التي لا توجد فيها رمال من ذا الذي أعطاك الحق في أن تستنزف خيراتنا بهذه الطريقة لماذا هذا الظلم في توزيع الخيرات؟ هل الرمل الذي خلقه الله تعالى أصبحت أنت تتصرف فيه في بلد هي ثروة جميع ابناء البلد فتتصرفوا لوحدك وتبيع وتشتري كما تشاء؟ هل البحر أطول مسافة بحرية موجودة عند المغرب؟ البحر أبض المتوسط المحيط الأطلسي أكبر شواطئ وأحسن شواطئ في العالم فيها أحسن إنتاج سمك في العالم ثم تعطى الرخص للمحظوظون لزنت شاب المغرب ليس بلدا فقيرا المغرب يحتاج إلى رجال يخافون الله ليعيدوا الثروة إلى أبناء البلد المغرب أبدا لا يشكل ثاقة فإن الخيرات التي استودعها الله هذه الأرض خيرات ملأت خزائن هذا البلد والذي خرج من بلاده وذهب يجول في الأرض يرى هذا فرق شاسع بين الخيرات التي حبى الله بها هذا البلد في كل المجالات وبين تلك البلدان وما يوجد فيها من خيرات هي أقرب إلى الشع أقرب إلى الشع انظر إلى هذه الأرض لا يعرف قدر الخيرات التي ملأ الله بهذا البلد إلا من خرج من هذه الأرض وجال في الأرض واتطلع على نمط الحياة في تلك الأرض ليرى أن الله حبانا نعمة تستوجب السجود والشكر لتقييد النعمة خشية أن يأخذها الله بالجفاف والزلازل والفتن والقلاق شيئا من الإنسانية لما كانش الدين شيئا من العقل لما كانش الإيمان العقل الرهي لفع صاحب أموالي العقل الرهي لفع أموالي ولذلك فالله تعالى يقول سيروا في الأرض سيروا في الأرض وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه تحركوا في الأرض وامشوا في مناكب الأرض في طرقها سبلها جبالها في جاجها برها بحرها وكلوا من رزقه وشوفوا الآية الله رحمك وقفوا معها تشوف واستضروا بظلالها وشوفوا في الأرض واكلوا وشوفوا في مناكب الأرض يزيد واكلوا الله رحمك الوالدي تخيلوا معاه أنت تمشي وتأكل هذا هو المقصود أنت تمشي زيد واكل امشي كيف يقصد؟ هو الذي كيف يقصد؟ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب التسعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلول ذلول ذللها الله فامشوا في مناكبها يسر الله تعالى التواصل ويسر الله تعالى المشي في مناكبها ذلولا فامشوا في مناكبها ثم كولوا من رزقه يمشي وكون هل المقصود هو أنك تمشي وتأكل؟ ما معنى أن تمشي؟ ما سمس فيه؟ أن تضرب في الأرض؟ أن تتعب؟ أن تتحرك؟ يا كاسد ياك وكونوا من رزقه تمشي وتأكل معنى أنه وجب عليك أن تعمل لكي تحصل على الرزق ذلك عاشق لك مشي أنت تمشي وتأكل لماذا؟ ها؟ قول سبحانك لكثرة خيراتها أي كأنه مطلوب منك فقط أن تتحرك لكي ترزق فلم يشأ الله أن يذكر العمل لأن الله قادر أن يرزقك فقط بالحركة فتلتقي هذا ويقول لك تقدم تقدم عسس لها الليلة دير لي هذه فلو مكثت في بيتك لما نزل عليك الرزق من السماء لكن المشي في الأرض يجعلك تلتقي بأبناء الأرض أهل هذه الأرض ولربما وجد عندك هذا ما كان يحتاجه فيك وجد عندك شيئا وجد عندك معرفة وجد عندك تقنية فهو بما وجده فيك صار محتاجا إليك فصرت تعكل بحركتك التي تحركت بها في الأرض فلم يشأ الله أن يذكر مشوا وعملوا لا مشوا في المناكب وكلوا مشوا وكلوا فلابد للإنسان أن يتحرك وسيدنا مثلا يقول لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُوا التَّرْتَغْدُوا خِمَاصًا تحرك وتروح بطل تتحرك تمشي تتحرك فلو لم تتحرك لما التقت في السماء به هذه الحشرات التي صارت طعاما للطير فالحركة هي التي أوصلتها إلى هذه النتيجة سبحانك يا ربي سبحانك إذا فتحرك تحرك في الأرض اعمل في الزراعة بوريا وسقويا لا بد أن تعمل دروا تعاونيات للشباب العاطل صحب الشواهد يعطون الأرض ومن أصلح أرضا فهي له قال رسول الله من أحيى أرضا مواتا فهي له انظروا إلى رسول الله كيف كان يشجع الشباب من أحيى أرضا مواتا فهي له لأن أراضي الدولة واسعة ربما عياذا بالله صارت مهملة وصارت صحراء قاحلة فتأتي أنت لإحيائها لتشذيبها ونزع كل شوائب فيها وحرثها وقلبها وترطيب طربتها وتسميدها وسقيها فإذا بك تحييها فإن أحييتها فأنت أحق بها وإن أي إنسان يمتلك في الأمة أرضا واحتاجت الأمة لزراعتها ولم يريد أن يزرعها قامت الدولة بسلبها منه ويعطيها لمن يحرثها فنحن لا نترك عندك الأرض فقط لكي تتفرج فيها عندكم الخبر هذا؟ الدولة الدولة وهي تحمل أمنة أن تطعم جميع الأفواه لكي تستقل في قوتها إذا كانت ثمة أراضي بيد بعض الناس الكسالة والأمة تحتاج لحرثها حتى تحقق الكفاية التي هي فرض كفاية على الأمة فلم يقم هؤلاء وجاءهم الإنذار من الدولة المسلمة ومن حاكم المسلمين فلما يأتمر ولم يتطعظ ولم يقم بما وجب الله عليه من حرثها هنا تدخل السلطان فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فنزعها منه وأعطاها لمن يحرثها فالأرض أرض الله والعباد عباد الله والله رزقكم هذه الأرض لإطعام عباد الله ثم استأمنك يا عبد الله على هذه الأرض لكي تقوم بواجب زرعها حتى توتي أكلها لكنك امتنعت عن تأدية الواجب لتحقيق كتفاء الذات للأمة فواجب على السلطان أن يتدقل بما أعطاه الله من صلاحية وبما حمله الله من أمانته والله لتحولنها إلى جنان ووالله لشغلت عدداً لا يستهان بل لحتاج المغاربة لاستيراد اليد العاملة من الخارج وما يكفيش وما يكفيش وما يكفيش وما يكفيش زيد للأرض أخرى زيد للأرض أخرى فين الله مليت خرج من مراقش حتى الأقادر ومن أقادر حتى القلمة ومن قول اوه رب أراضي كلها كلها فارغة 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 في مصر من جملة مشروع النهضة عندي إخوان واسمه استصلاح الأراضي وتوزيع الفدادين على الشباب المثقف فدادين فين؟ في سيناء لكن اللي وقيت عطلوا هذا الشيء وخربوا سيناء لأن التفاق يتنص على أن سيناء تبقى أرضاً خالية خالية من العمران وخالية من أي مشروع فلاحي لماذا؟ لكي تتحرك إسرائيل في المنطقة كما تشاء فإنك لو تركت المسلمين يسكنونها ويزرعون الأرض لهم مرت وهم لا يريدون تعمير تلك الأرض يخلوها الليهود في المستقبل يخلوها الليهود في المستقبل إذن الحاجة الأولى اسمع سيناء من أحياء أرضاً ما واتاً زين فهي لا ثانياً ثانياً إذا وجدت الأرض عند غيره ممن لا يعرف قيمتها ولا يقوم بواجب حرفها لتوفير الاكتفاء الذاتي خاصة في بلاد المسلمين اليوم وقد صاروا عالة على غيرهم فإن السلطان بما حمله الله من أمانة توفير الغذاء لأبناء المسلمين تحقيقاً لحريتهم وللاكتفاء الذاتي أخذها منهم عنوة وسلمها للشباب ولكل من يعمل لماذا لا نفعل شرع الله في مسألة الفلاحة لماذا يبقى شرع الله دائماً على الرفوف لماذا لا نسمع قال الله قال رسول الله في هذه الأرض التي تظل خالية ونحن ننفق من ميزانيتنا من العملة الصعبة الملايير من أجل شراء القمح هل أرضنا لا تنتج اكتفاءها؟ لا؟ أين الخلل؟ فلتدرس وزارات الفلاحة إن الخلل ولا يدرس الخبراء ولا يأتون بالحلول مرسي في عامه الأول كان الهدف الاستغناء عن القمح الأمريكي فأسقط ثمنه في عام حتى جاءت أمريكا تركع في القاهرة متى كانت أمريكا تأتي لكي تركعها في القاهرة؟ وتقول ما تحرذوش هذاكش خليونا نعطيكم القمح بذلك الثمن أنتم مصر نهدونكم الثمن خليونا نبيعوه القمح لتلك الدول بالثمن دينا لماذا تقومون بتخفيض أثمنة القمح في العالم؟ تجربة واحدة لمسلمين أحب بلدا وانطلق من الدين واحد أسقط سوق القمح يسميه عودة باسم عودة باسم عودة حل أزمة الرغيف وأسقط أثمنة القمح ولن تنسى أمريكا والغرب أبدا أن شابا مسلما واحدا أحدث رجة في السوق العالمية للقمح لن تنسى أمريكا لباسم عودة أبدا أن المسلمين يلعقول كديرين المسلمين يحيروا في العقول المسلمين أباقرة واحد تعتطلهم غير واحد الفسحة ففعل الأعجيب وإني لن أنسى صورة مرسي في حقل القمح هناك يحدث الناس على الاكتفاء الذاتي وسط حقل من القمح الذي بارك الله فيه كدس بوله ويخطب ويقولهم من الآن سنرفع الحيف عن الفلاحين ظلم الفلاحين الوسطاء كانوا يأخذون القمح من الفلاحين بثمن بخص ويبيعونه بما يشاءون سنلغي الوسطاء وسنشتريم من المفلاحين مباشرة وسنعطي للفلاح الذي يعرق والذي يحرث والذي يعمل على الاكتفاء الذاتي سنعطيه الثمن يدا بيد سننغي الوسطاء المجرمين سنرفع من قيمة الفلاح والناس يصفقون ويقول إن الأمة التي لا تحقق اكتفاءها الذاتي لا يمكن أن تحرر قرارها السياسي فمن لم يكن رزقه من فأسه لن يستقل بالفكرة في رأسه ولذلك قال الكلام الذي ما نسيه الغرب وكان من سبب إسقاطه مصر لا بد أن تنتج غداءها ولا بد أن تنتج دواءها ولا بد أن تنتج سلاحها عمره ما يستمع هذا شيء هيا الموعظة هيا الدين قالوا علاش طيحه مورسي قالوا علاش علاش طيحه مورسي علاش غالها الشيزة من اللي دلل طيحه مورسي علاش لأن أي رئيس يحكم العالم العربي والإسلامي لن يصل إلى الكرسي زيد إلا بموافقة شكرا إلا بموافقة هؤلاء الذين يضبطون الشعوب حتى لا تتعرك الغرب والصهاينة فلما جاء أول رئيس اختاره الشعب ولم يكن للغرب والصهاينة قرار في اختياره قالوا لن نسمح أبدا برئيس اختارته الإرادة الشعبية فهذا لن يستمع إلينا ولن ينضبط بأوامرنا حسبك بغيت الانتصر وغيرها كذلك الشباب ينبغي أن يكون في المجال الفلاحي الشباب ينبغي أن تعطى له الفرصة لكي يبتكر ويستثمر الأرض فتعطى له الأرض الشباب لا بد أن يؤسس صندوق لدعم الشباب الفلاح في مجال حفر الآبار في مجال السقي بالتنقيط في مجال الدعم في اختيار البذور في مجال دعمه عنده تشغيله العمال فلابد أن نفهم هذه المسألة الأرض حياها ما تبقاش بورية اللي ما بغاش قلح عاله علاش؟ للحقيق الاكتفاء الذاتي علاش؟ لأنه واجب على الأمة أن تحققها هذا دين هذا أنا لا أقول الكلام هو كلام اقتصادي دين من الفرائذ الكفائية التي لا تُحذر الأمة إلا بتوفيرها أن توفر الغذاء لأبنائها حتى لا تكون عالة على غيرها لأنها إذا كانت عالة على غيرها فلن يتأتى لها أبدا أن تتحكم في قرارها لأن الآخرين يستعملون سلاحا يسمى سلاح الغذاء سلاح الغذاء لتركيع الآخرين واسم الحصار كما هو الشأن بالنسبة لحصار غزة وحصار مضايا وحصار اللذقية وحصار الأنبار الآن وحصار الآن كل شيء المسلمين يحاصرون يحاصرون نرجع إلى القرآن إن شاء الله وهو يتحدث عن الفلاحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان إلى طعامه إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا أول حاجة هي الماء الله يعطينا يشتاق ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا شَقَقْنَا مَا الَّذِي شَقَّهَا؟ أَلَكِ مَا الْلَذِي شَقَّهَا؟ مَا الْلَذِي شَقَّهَا؟ مِنْحَلَا؟ مِنْحَلَا؟ وَلَيْشَ الْرَبِّ قَلْ شَقَّقْنَا؟ عَلَيْشَ دَسَبَ شَقَّ الْأَرْضِ إِلَيْا؟ لأن عَمَلَ الْفَلَّا عَمَلَ رَبَّانِي عَمَلَ رَبَّانِي الله أكبر الله أكبر فهمنا إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا نحن في حتى شيء الله هو الذي يصب الماء بتلك التفاعلات الكيماوية بين الشمس والبحر وهذه طبقات في السماء والبرودة وكذا أنتم ما ركوا تعرفوا تقرأوا الكيمياء وركوا فهمنا شيء ثم شققنا الأرض شقا الذي يشق الأرض هو المحراث والذي يقود المحراث هو الفلاح فكيف ينسب الله عملا يقوم به عبده فينسبه لا؟ إذا أنسب الله شيئا يفعله الإنسان ونسبه إلى الله وإنما ذلك لمنزلة ذلك الأمل عند الله سنرى إن شاء الله ما يبقون كل مؤلف لها قيمة تحف الدين ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا ما هو الأب؟ ما هو الأب؟ ما هو الأب؟ لا لا فيها سئل أبو بكر ما هو الأب؟ قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام الله من رأيه ما أبغى شيء في السرعة قال أبا هو أب بن عمي يا سيادي نزعي قالوا من بعد وأبا هو العشب ولكن العلماء ما سماء أبا ما ألف العرب هذه الكلمة وما علموا معناه وبقيتها كذلك كي يفتح الله من أسرار الفلاحة على العباد إلى يوم القيامة من خلال ابتكارات بعد بحوث في المختبرات لتطوير الفلاحة ركوا تشوفوا ما كاش عندنا كيوي ولا كيوي ولا كيري ولا زيري ولا قيري كل مرة تخرج جديدة أبا فتبقى الكلمة سر من أشرار الله مرتبطة بالأرض وبالفلاحة وذلك قال متاعا لكم ولأنعامكم لكم ولأنعام ولذلك اللي قالوا لأنعام زع ما قالوا أبا العشب ليه ما كاش قاعد حاجة دي لأنعام في هالشي ثم شقنا الله شقا فأبتنا فيه زين حبا زين وعينبا وقضبا وزيتون ونخلا وحدائقة غلبا وحدائقة غلبا وفاكهة وأبا ليه زع ما ليه البهايم ما هيكلش ب loot حدا الحدايق واسمو youtube فيها الفصا دي ها كolor وفيها ربيع وفيها كذا زع ما نطقي قبل اللي شتت بشي اللي بهايم وحدائقة غولبة وحبا ما هيكلش في الحاق مربش يديلهاهم العلفة يديلهم الضر行 ودايا 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 مرايا ودايا ودايا Eh ولذلك سيدنا أبو بكر وقف عند كلمة أبا قال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في هذه الكلمة من رأيي لا 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 أتركوها هي الأب نحن ما ألفنا شيئا يخرج من الأرض يسمى في جزيرة العرب الأب وكأني أتخيل أن الأب هو سر مغلق تبقى عزائم الفلاحين في الأمة مشدودة إلى هذا السر لتعمل وتطور الفلاحة حتى تخرج ما يأذن الله من كنوز ومن خيرات إلى يوم القيامة هذا شيء غير نعرف نقلوز نعرف نقلوز الله الله انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه الله إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون الإيمان مع الثمرات وانظر إليها يا الله جنات معروشات وغير معروشات يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض أخرجنا لكم مما 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 لا نهاية مما أخرجنا لكم من الأرض وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهُ أتخيل مع هذا القصة التي تعلمت في الله حين تخيل وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَرَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمًا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ أتخيل جنتين ها بستان ها بستان واسمه فيه لا لا جنتين من عناب وحففناهما بنخل إذ بشة 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 مدورين العنب الدخل والنخل منا منا وهذا النخل منا منا وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاء بين النخل والعنب اسمه كين الزرعاء تخيل معي النخل مدور به الجنان النخل مدور به الجنان كين العنب وما بيننخلوا العنب وما بيننخلوا العنب كين الزرعاء جعلنا بينهما الزرعاء كيلتا الجنتين آتتك لها ولم تظلم منه شيئا ما معنى آتتك لها ولم تظلم منه شيئا جاءت نتيجة باهرة لم تظلمه أعطت أقصى ما يمكن أن يعطي أه رب أه رب أه رب آتت كلنا من ظلمه شيئا زياد وفجرنا خلاله ما نهر فره نهر يفصل بين الجنتين نهر يتدفق من الناحيتين يأخذ هذا 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 في الله يأخذ إلى هذا البستان من الماء من جهة اليمنى ويأخذ للبستان الآخر من جهته جهة اليسرى وجعلنا بينهم أرزا كلتا الجنتين آتتك لها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأهز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه الكولون كنت تبارك الله لعنب منخل الزرع الماء يه 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 دخل وهو ظالم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا غي أعطي النار بشوية اشتب وتخضر الدعوة نقول لهم كيصررهم هالا المسلمين يخرجوا كينسة كيرجال يعريوا وربعهم والعمل يفن يقولهم يا ربي خليوا بعدها غير فرحوا يا صحبي لماذا هذا البطر علاش علاش تديروا النهر الخدمة علاش غير مقى نشوفها كذلك وتبلل آية دخل جنته وهو ظالمون لنفسه واش ألا عرش فينا العجيب ها صحبي واش ربيعتك النعيم وانت تقابله بهذا الفجور بدل أن يشكر الإنسان وربه على النعمة حتى تتقيد وتستمر وانتكدر هكذا واشا الغريبة هذه كل ما يعطينا ربي الخيرات يبقوا يخرجوا الرجل مع المرأة ويدخلوا في الربع ويبقوا يديروا الفواحش لأن يغطهم الربيع ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا زيد وما أظن الساعة قائمة ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلب قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجولا لكنهو الله ربي ولا أشرك بي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أعطاك بالخير أحمد الله قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا تقابل نعمة الله بمبارزة الله بالمعصيان إن جحودك وكفرانك بالنعمة يؤدي إلى زوالها ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ما تكديرها كذا ما حولها ولا قوة إلا بالله ألا تتخيل حينما يشرف الإيمان على حراثة الأرض وبذرها أتتصور كم تخرج من خيراتها بإذن ربها ما هو إن شاء الله تعالى بالنسبة لي ما هو إن شاء الله تبارك وتعالى المنتوج الأقصى في الأرض كما يحدده القرآن إذا أشرف الإيمان على حراثة الأرض إذا أشرف المؤمن على عمارة الأرض واستصلاحها شعال خصو يجيب القنطار شعال شعال يجيب القنطار ها مية مية القنطار زيد مية مية هذا ما كان مية مية رام يجيبها سبعة مية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل كمثل حبة أنبتت سبعة سنامي في كل سنب التي مئة حبة وشعال الحبة أخلا سبعة مية حبة والقنطار وشعال سبعة مية حبة معناها أن الآن أقصى منتوج ديال جمحة هو خمسة وسبعين غيرها المية شعال باقي شعال باقي باقي في علم الله سبعات المرات أي وصل كل هذا الاختراع والأسميدة والآليات فيه نوصله قا شوف شوف القرآن البعد لك يعطيك ديال المنتوشو القنطار بسبعة مية انت فين وصل مخير احنا مني كنا حرث وشعال كنا نجيبه في القنطار كان عدنا واحد القبح يقوله والقبح ديال الميط نجيبه 12 من بعد ولينا نجيبه 15 في 60 من بعد جابنا واحد بقينا نجيبه بالمكسيك واحدة الزريعة يقول الزريعة بتاع المكسيك بقينا نجيبه 30 منين كنا نجيبه 30 قنطار تاع القبح قلنا سبحان الله لم نكن نتصور ذلك شوية شوية جاية واحدة رقيق خمسين الله اكبر من 12 الخمسين في مدة ما بين 60 إلى 70 من القرن الماض وهذا عيشت واين اكون في الله الله اكبر الآن انا من وصله مية وش هالبقى لي ستميات قنطار ضعيعة ستميات قنطار شو البعد للقرآن حينما يشرف الايمان على حرافة الارض على بذر الارض على استصلاح الارض سبحانك ربي سبحانك إذن فالقرآن مليء هذه النقطة الثلثة القرآن مليء بالحديث عن الزراعة وعن ما يخرج الله من هذه الارض وعن بركات الارض ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات زيد من السماء زيد والارض من السماء والارض الايمان يولد البركات لن تبقى ابدا حسابات وعرقام جافة كما هي عند العلمانيين لا المؤمن في علاقته مع الارض علاقة الابن مع امه والام يبر يبر الام الولد يبر الام فانت حينما تصلحها تعمل ذلك بحنان بحب لانك تعبد الله ولان الله نسب شق الارض اليه ليرفع منزلة الحرف كما قلت سيدة رب صحان عز وجل فنفشت فيه غنم القوم الحرف نفشت فيه غنم القوم واذا به يحكم بينهم شكون داود ويحكم داود ثم يحكم بعد ذلك سليمان ففهمناها سليمان شكون هذا قصة هذا هذا في اللحظة حالث يا يا قز وجال أخر الغنم ديال وزيد وكلات له مش هذا كمول في الدهب رفع الشكوة إلى داود بماذا حكم داود اي قيم مش حال كلا له ثم يقيم مش حال نعاج ويعطيه قيمة ما أكلت الأغنعم من قمح يعطيه نعاج ومن جسد ناس سليمان قال حكم عليكما أبي قال نعم قال بما فقال حكم بكذا وكذا فقال أما أنا فلا سأعيد الحكم بينكما كده كده أعطى لصاحب الغنم الأرض وأعطى لصاحب الأرض الغنم صاحب الأرض زيد يستغل يستغل صاحب الصاحب الغنم شو شوية أولا كيف يسمى العمل داخل الأرض كيف يسمى العمل داخل الأرض هذه الحركة داخل الأرض عبادة متغاء الرزم هي عبادة نعم اللي يحرث اللي يلقي اللي يسقي هذه عبادة زيانة متى يكون هذا العمل عبادة كما قال ومن أرفع العبادات زوجت أصوال فيها أولا ما يتعلق بالأرض والثانية ما يتعلق بالبضر والعمل أولا الأرض الأرض فكل حركة في الأرض حرثا وبذرا لأرض مغتصبة مأخوذة ظلما من أصحابها هي حرام هي جريمة هي جريمة اغتصاب الأراضي تمحق بركة الفلاحة اغتصاب الأراضي ثانيا حرمان صاحب الإرث من حقه كالبنت فيحرث الأخ لأن الوالد قبل الموت أوصى بحرمان ابنته وإذا بالوالد يقوم باستغلال حق البنت فيحرثها ظنا أنه يتقرب إلى الله وهو إذا كانت الأرض أرضا مسروقة أو مغصوبة أو أخذت عنوة من صاحبها أو أخذت مكرا وغضرا والالتواء عليها من قبل القانون أو حرمان صاحب الإرث منها كما هو حال البنات جاب لهذه السيمنة واحد السييد ملف كامل في المحكمة لا إله إلا الله من لو الغلال تالي كيف أن كل هذا الجدود من جد دا يرقلك وصية يمنع البنات إلى يوم القيام من حقوقه وهذا ولد البنت واسمه يدير واسمه رجل يجري في المحاكم ومعطه له شيء على حق قد يلو قل لي إذا ما واسم يقول شكرا قلت له الشرع إذا كان القاضي يخاف الله يقول حتى فرضا لو أن الجد وصى بتحبيس الأرض على الذكور يقول القاضي اللي خاف الله حاكمت المحكمة بسم الله وبسم شرع الله أن هذا التحبيس حرام لا يجوز فلا يمكن للشرع أن يقر عياذا بالله حرمان مسلم أو من مسلم من الإرث الذي قسمه الله من فوق سبع سماوات لم يكن قسمته إلى ملك مرسل ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب فهذه وصية باطلة مع أن ننبي قل لا وصية لوارث فهي باطلة من كل الوجوه فيحكم باش بإعادة قسمتها كما قسمها الله لا ينظر إلى الأوراق لا حول ولا أخوة فالأرض المغصوبة إذا بنيت فوقها مسجدا وأنت تعرف أنها مغصوبة فقد ظلمت ولو بنيت فوقها زين مسجدا ها الأرض اللي تام يجي واحد يتبرع دستين كتار معطاش الخواتات ويجي يقولك إن شاء الله غاد يتبرع بواحد ألف مدن دير جامع يا ولي الله يا الخير المدف قيام قبل ما تبش تروح وش هتش للك الدين بلانا تحدث على المسألة انت عزي دا في الحدود وي 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 النبي سراس بكي يقول لك من ظلم شبرا من العرض طوقه الله يوم القيام بسبعة أراضين شو تخيل معي هو زاد الشبر يلا ها الشبر ها الشبر ياك زاد الشبر هاك هاك وفي العرض هاك قد يدي هاك هاو شبر ينازل ايه شكو اللي غادي الطرب اللي غادي مفوق من هو الطرب يقول هاك الشبر زين الى سبع أراضين شحل من طول من غلل السابعة مش رقي هذا الطرب هو اللارد غادي غلل غلل السبعة هاك الشبر ولا قطار قطار هاو غلل السابعة شحل من ميت غلل السابعة من كيلوميدي في الحال شحل من كيلوميدي ربون يعلم ربون يعلم ايه الغذلال لها كاملة الغذلال لها كاملة الذين يسكنوا فينا في البادية يعرفون ان فساد ذات البيت البيني التي وقعت كثيرا بين المسلمين والفلاحباش يدير لحد هذا تعرفوا في اللحل اللي خافوا اللي كنت معه مانا كيف كان يديروا التوزة كيف كان يديروا ما تقول شخبر كيف يدير توزة تعرف سمو التوزة ولا ما طرح ش توزة يجيو جماعة ويحرثوا لهذا ويكملوا حرثوا لهذا يجيو داخلين يحرثوا مع الصباح هذا شي يجيو السكك كيف 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 البرح يحرثوا في واحد البلاد قبل ما يخوش بها واسمو يديروا يحكو هذا شطراب دي هاي بقات اما يدخلوا السكك الارض ما فيها شطراب والعشي يكملوا هذيك واشك يديروا قبل ما يخلوا اسك اعودك يحكو كل شطراب أنا رأيت هذا عند الفلاحين هذا يدخل الجهنم هذا هذا يدخل هذا التراب من يجي يدخل السك الوحد الارض لا يدخل بها الى ارض حتى ينظفها ويزيل كل ما علق بها من تراب في تلك الارض وتعرفوا الصلاة اللي كانوا يحرثوا بهم كده وين كان ما يفيدوا شطراب طعب واسموه ما كي سموه كنا يسموه بوع فاس واسموه أبو عفاس أنا كنت أخير شوف هذ الكبار يديروا هذ الشي وحتى من بعد وراني عاد نفهم وعلى شي يدير أبو عفاس أبو عفاس هو أبو عفاس هو غير ركا الدوم الدوم يديروا به الناعلى وهذا الدوم ما يرفين ش التراب يعني يتبش شوفوا بحل رأيت كي يخرج التراب لا يعلى بالدم قلت سبح الله واش لأن الأحذية تلتصق بها الطربة فإذا خرجنا من تلك الأرض خرجنا بطربة تلك الأرض وقد نمشي في أرض أخرى في يا تقوى الله ما هذا يا رم ولذلك كانت الشتاء والغيث ينزل بالليل وفي الصباح تشرق الشمس أقسم بالله الذي لا إله غيره أقسم بالله لكانت الشتاء والغيث ينزل طيباً مباركاً بالليل ومع الصباح تشرق الشمس لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله منكم تدخل في الفون والله منبال والله منكم تدخل في الفدان دي الزرع والله لا أستطيع أن أقطع الخيرات الخيرات لا يمكن الإنسان أن ينسى تلك الأيام أبداً ولذلك الأرض مغصوبة زيادة فاش في الحدادة قال رسول الله لعن الله من غير زين تخوم الأرض ملعون صعب لعن الله من غير تخوم الأرض محدادة اللي كيدي الورث الرجال اللي كيخون اللي كيتحيل بالقانون كيش تخصون الناس على المال المغصوب وش حالتها الأسئلة وعندوا الموبيلات اللي يديو هام لأنه ما عنده الكواغات والديار اللي ما يقدرش يخلصوا ملي هام اقتصر يا الله المال المغصوب وش هدي نقول لكم صار أنا غادي نقول لكم بغي كلمة وحدة ركوعة صغار والله يفتح لكم من رزقه طيب نقول لكم واحد كلمة غير باش ما تظل لش تسقسيوني دايما على المال المغصوب موبيلات والبسكليتات والوطا والكسوا والبياس والمواثر اللي جي ويبيعوهم والديار اللي مقدرش موالم يخلصوا الكريديات نقول لكم بغي كلمة واحدة لا أحل ولا أحرم فإن الله يعلم الحلل من الحرام لكن نصيحة ابتعدوا عن هذا المال ابتعدوا عن هذا المال لعل الطريقة التي أخذ بها طريقة ظالمة لأن كثيرا من الضعفاء لا يستطيعون أن يحافظوا على أموالهم وخاصة حينما يغلب الظلم ولا يجد الضعيف وكيف يدافع عن حقه على عشرين دور والله ميتين دور يدولوا مسكن ما عندنوش يدولوا وذلك شي على ميتين دور يدسيزي وذلك شي أنا نقول لأخوتي الله رحم والد يقول بعدوا عن السيزي بعدوا عن السيزي ما يبال لكم شا ربحت راه لبعت السيزي وربحت راه موله مني نشوف نعم سيدي كت عمل في المال لي ولأنه ضعيف وحيل بينه وبين حقه عن طريق قانون الجاعر سيدعو عليك ودعاء المظلوم ودعاء المظلوم يرفع والله فوق الحجاب أنا هنقول لكم بغيال الكلام كنوصل المساعد المغصوبة اللر المغصوبة والدار المغصوبة والكسواء المغصوبة والمواتر المغصوبة والأموال المغصوبة أنا هنقول لكم الله يرحم مالدكم واش ما عندك ش نعم ما سيدي قعش حاجة أخر اللي يتمشي لها أروح أخويا راكايل البدير ما من يستقصي وليلنس على ما سيجعل هذا بعد هذا ما ندخل معك في حلال ولا في حرام بعد هذا لكاكة الدولة تعطي الحق الصغير والضعيف ذا قيت أما وحالتنا على الحال التي تعرفون فإن الراجح والذي يميل إليه العقل أن هناك ظلم نبين فلا ينبغي أن يدخل على ظلم ويساند الظالمين ما إله الله إن شاء الله تبارك وتعالى رحنا اليوم بغينا غير مصلوش في كلا اليوم باشن عقل بإذن الله تبارك وتعالى الفلاحة بدنا بالزراعة إن شاء الله تعالى تكلمنا عن الأرض وجب إحياؤها ومن إحياها زين فهي لا والأرض التي تملكها والأمة تحتاج إلى ما يكفيها وأنت لا تحرثها تأخذ منك عنوى ثم تحدثت عن آيات في كتاب لا تتحدث عن فضلي الفلاحة فلاحة باش تقولوا للقرآن رح ما تكلم مش عرف لا حاول بل تكلمح تعالى أقصى منتوج يمكن أن يصل إليه البشر على الأرض بعد أن يفتح الله له مما في خزائن الله من علو سبعمية وبديت نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى على الأرض التي تحرث شكوان هي هي الأرض الصافية ماشي مغصوبة ماشي نتع الوراثة ماشي عرشية ماشي ركو تشوف في حالة المشاكل دي هالله في حال من الله ركو تدقوا على النساء لأن النساء يطلبوا بحقهم بزنال ما يدقي إخسكا هو يالله رحمه لك بتكون إن شاء الله مريق لا ديالك ورث حقك مدتش في حقك شيرتها بفلوسك ديالك قولنا ركو تشترك ماشي وعدك تفلح يعني بشي طريقة من طرق مشي مول اللرض عنده اللرض ونتا عندك رأس المال وهذا باين باين أما ادخل اللرض المغصوبة ولا المال المغصوب ولا بعد أخويا الله يرحمه لك بعد رح ما فيها باركة رح يمحقها الله رح تتبعك أدعية أصحابها والمظلومون فتلحقوا بك فترديك في مهاو الردى تقول من يجد نهذر أخلى درش أو يامو أنت من يجد أراطي من يجد وانت ما ركش عربا إلا صحاب هذه الأرض رحم الله الجميع رحم الله الجميع